طيب نجي على الليبيد لورينج ايجنت المسؤولة عن تقليل الدهون الليبيد لورينج ايجنت اهنان لازم شوية نعرف على كيفية او شنو هي الدهون اللي انت تاخذها تبهوا عليا خلي اجي مكان مكان اشرح لكم شنو هذا المخطط حتى تفهموا الامعاء رح تنت تاكل دهون طبعا انت رح لما تاكل دهون الجهون رح تتفكك لما انت بالامعاء تاكل دهون تمام لما انت بالامعاء تاكل دهون فالدهون رح تتفكك داخل الامعاء بفعل شيء انزيمات البنكرياس والبايل أسد اللي هي منين تجيك من العصارة من المرارة العصارة الصفراء نسميها فهذه البايل أسد تمام والبنكرياس هي اللي تفكك لك الدهون طيب انت الدهون بشكل عام اللي انت تمتصها هي عبارة عن شنو عبارة عن كوليسترول كوليسترول وفريفاتي أسد اللي تكون لك الدهون الثلاثية تراي غليسريت تراي غليسريت فبشكل عام لما أقصد فريفاتي أسد أقصد لك تراي غليسريت ليش الفريفاتي أسد أو الدهون هذه الحرة الغير مشبعة فقط راح أضيف لها انت غليسرين اللي هو نوع من الكحول غليسرين داخل جسمك راح تتحول إلى تراي غليسريت تمام وما راح أدخل بالبايو كميستري الخاصة بهذا الأمر بس يعني لما أقول لك فريفاتي أسد تذكر لتراي غليسريت طيب فانت هاي الدهون اللي راح تأخذها راح تأخذ كوليسترول وراح تأخذ فريفاتي أسد طبعا بمساعدة الباي الأسد وهذا الباي الأسد أيضا راح يعاد امتصاصة للجسم حتى يستخدم مرة ثانية فأنت في خلايا الأمعاء في خلايا الأمعاء الكوليسترول راح يدخل إلى الخلايا تمام الخلايا راح تبدأ تسوي عملية اندوسايتوسيس بلع للكوليسترول المتكون والفريفاتي أسد أيضا راح تدخل داخل خلايا الأمعاء طيب هسا الآن انت لما دخلت الدهون لنفرض هذه هنا أرسمها خلي شوي لون أصفر تمام دخلت الدهون دخلت كوليسترول تمام خلي نشوف دون ثاني دخلت كوليسترول ودخلت فريفاتي أسد دخلت فريفاتي أسد هسا الآن هذا الكوليسترول هذه فريفاتي أسد وهذا كوليسترول اللي دخلوا داخل الأمعاء فريفاتي أسد وكوليسترول هسا ذول موجودين داخل خلية الأمعاء ما خرجوا إلى الجسم الجسم محتاجهم ليش؟ لأن الفريفاتي أسد تدخل في تكوين الطاقة الترايجليستريت يتحول داخل الخلايا العضلية اللي أيضا إلى فريفاتي أسد وينطيك طاقة والكوليسترول أيضا يستخدم بالجسم كتحويله إلى هرمونات مهمة وأيضا في حالات الطاقة وفي تفاعلات ثانية بالجسم فالهم وضعف فالجسم لازم ينقلهم الفكرة هنا أنه أنت ما تقدر تنقل دهون بالدم يعني الآن لو جيت هاي الدهون هس هذا الكوليسترول ولفريفاتي أسد جيت هذول الدهون ورميتهم بالدم جينا مباشرة ورميناهم بالدم إيش اللي راح يصير؟ راح يتحول إلى الجلطة وراح تسدلك الشريان تسوي لك إمبو خلينا نرسمها بشكل واضح هتسوي لك إمبو لزم راح تسوي لك إمبو لزم تسدلك الشريان ليش؟ الدهون بشكل عامة تفاعل ويا الماء فكيف راح تتصور أنه ممكن تبقى وتسوي لك أو بتدخل للشريان؟ ما راح تقدر تتفاعل ويا الدم لأن الدم هو أغلب تركيبة ماء وبالتالي إيش اللي راح يصير وياك؟ راح الدهون تتماسك مع بعض وتتجلط وتسبب لك سد للشريان لذلك أنت مستحيل تنقل دهون بهذه الطريقة فما نقدر نحن نخليها بشكل عام تمشي بالدم شنو الحل اللي نقدر نسويه في هذه الحالة؟ وشنو الحل اللي يصير في هذه الحالة؟ أنه نسوي بروتينات ناقلة تمام؟ بروتينات ناقلة هذه البروتينات وظيفتها نقل الدهون إلى الدم ومن الدم من روح للكبد هي هذه العملية اللي راح تصير بشكل عام بالجسم راح نطلع من الأمعاء نجي من خلايا الأمعاء إلى الدم ومن الدم إلى الكبد هي هذه الخريطة اللي أنت محتاجها واللي دا تصير بجسم تمام؟ هي هاي الفكرة بس فنجي على أول ناقل من نواقل الدهون اللي حتى لي خليها تجلط بالدم بروتينات ناقلة اسمه هذا الناقل اسمه كولي مايكرون اللي أنا رامز له بـ SHY اختصاراً كولي مايكرون هذا الكولي مايكرون اللي إذا تشوفوه مرسومة هنا هذا الكولي مايكرون انتبهوا هذا الكلام الداغولة مهم جداً أيضاً بالباتفاسيولوجي في يدك هذا الكولي مايكرون راح ينقلك الاثنين مع بعض راح ينقلك كوليسترول تمام؟ راح أرسم هنا راح ينقلك كوليسترول باللون الأصبر وراح ينقلك أيضاً راح ينقلك تراي قليس ريت واضح فهذا الكولي مايكرون الآن صار مشبع بالكوليسترول وكمية كبيرة من التراي قليس ريت الأمعاء راح تطرح هذا الكولي مايكرون داخل الدم اللي قلنا محمل بالكوليسترول اللي تم امتصاصه مع الفريفاتي أسد اللي هي قلنا تراي قليس ريت راح تتحول طيب هذا الكولي مايكرون وين راح يكون مسار التالي مسار التالي راح يكون مباشرة أنه يروح للكبد للليفر يروح للكبد لأنه عملية تفكيك الدهون وعملية تحميلها مرة ثانية كلها تصير بالكبد والدم كله اللي راح يجي محمل طبعاً مو فقط الدم الأوعية اللي مفية هي أيضاً الأوعية اللي مفية الدم بالنهاية راح تصب كلها الجاي من الجهاز الهضمي وتأدي محتوياتها إلى الكبد لأنه يكون وحدة التصفية والتخزين وعمليات إزالة السموم بالكامل فلما راح نوصل للكبد الكبد مباشرة راح يحول الفريفاتي أسد إلى ترايغليسيريت دهون ثلاثية والكوليسترول هو كوليسترول مش راح يتحول بعد تمام؟ فهذه فكرة نعرفها راح يجي كوليسترول جاهز وترايغليسيريت كبد مجرد راح يحول الفريفاتي أسد إلى ترايغليسيريت فهذا راح يصبح داخل الكبد إضافة إلى أنه الكبد نفسه هو يصنع لك كوليسترول من خلال مركب اسمه اللي هو ناتج عضوي او ناتج فرعي من عملية كريبس سايكل من دورة كريبس تمام؟ اللي هي انتاج الطاقة والسكر الاسيتيل كو اي او اسيتيل كو اي يتحول من خلال انزيم اسمه همجي كو اي هسه واحد يقول لي يا دكتور هسه انا ش اسوي بهذا الانزيم يعني هل يحتاج عرفها ما يحتاج تعرفها كازم تحتاج تعرفها فقط كاختصاب هذا الانزيم مهم جدا وجاي بالكروك مهم جدا لين تشتغل عليه مجاميع عدوية كاملة اسمه هذا الانزيم اسمه هايدروكسيل ثريماثيل غلوتيل كو اي هسه تقول لي يا دكتور عمر انا تعبان ومه هذا احتاج احفظه لا احفظ لي فقط اتش ام جي وتذكر لي انه الاتش ام جي يحول الاسيتيل كو اي الى كوليسترول طبعا اكو مركب وسط يصير اللي هو اتش ام جي كو اي وهذا اتش ام اي او اتش ام جي كو اي من خلال هذا الانزيم الاتش ام جي كو اي ريدكتيز يعني الانزيم اللي يشتغل على الاتش ام جي يتحول الى كوليسترول طبعا باثوي مرات اسمها شوية صعبة لكن هذا الباثوي ما قدر اقول لك جد مهم لانه مهم ويجي بالامتحان فنتذكر الاسيتيل كو اي يتحول الى اتش ام جي كو اي واللي راح يتحول الى كوليسترول بمساعدة انزيم اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيز فالان انت صار عندك خيارين حتى تحصل الكوليسترول يا اما بالكبد تصنع مباشرة من الاسيتيل كو اي يا اما يجيك جاهز من خلال الطعام ويوصل لك يا دليفري الكولي مايكروان هسا الان انت الان سويت كوليسترول طبعا لا نتكلم على اي ادوية الان فقط ده اتكلم لك الطبيعي اللي ده يصير انت الان سويت كوليسترول صار عندك كوليسترول تجمع لك كوليسترول وايضا انت التريغليسترول تحولتها او الى الفريفاتي اس تتحولت الى تريغليسترول بالكبد طيب الكبد راح ياخذ حاجته من عدها اللي يحتاجها بالنسبة اليه كنمو خلايا كصناعة هرمونات او صناعة مركبات معينة بالجسم والباقي راح يرسله للجسم لانه لازم يزود الجسم بالطاقة انت محتاج العضلات محتاجها طاقة جسمك محتاج طاقة فهسا راح يجي ويخليه على ناقل ثاني انتبهوا عليها مو تروح تقول لي مرة ثانية كولي مايكرون ينقل من الامعاء للكبد وخلص مهمته هسا الناقل الثاني اللي راح يصير عدنا اسمه ذي الناقل الثاني اللي راح يصير عدنا الناقل الثاني اللي راح يصير عدنا اسمه ذي L D L هذا يختصر أو مختصر ل Very low density Lipo protein هذا هذا الذي سيخرج من الكبد سيكون محمل بكمية من الترائيجليسريت أيضا كافية وأيضا سيكون محمل بالكولسترول ال V هذا هو ال V L D L فراح يكون أيضا محمل بكمية من الكولسترول وأيضا يكون محمل بالترائيجليسريت تمام طيب هسه هذا شراح يسوي ال V L D L هذا هذا ال V L D L راح يروح وينطي Free fatty acid يرجعها وين يدخل Free fatty acid يدخلها داخل ال Laipocyte فيحاول يجمع الدهون داخل الخلايا الدهنية يحاول طبعا الدهون هي Free fatty acid هذه أغلبها وليست كولسترول تمام داخل الخلايا الدهنية داخل عضلات تمام عضلات خلايا قلب يعني إلى آخره من الخلايا كل الخلايا اللي تحتاجها طيب بعد ما راح تستهلك أغلب الدهون الثلاثية طبعا الدهون الثلاثية هل تفهمون الدهون الثلاثية هي دهون لكن غير مشبعة من الدهن المشبع الكولسترول الكولسترول يحتوي على كمية هايدروجين عالية جدا وبالتالي موسهل هضمة فمنه تتصورون أكثر راح يخلص بالVLDL راح يخلص أكثر الكولسترول أو الترايجليسريت يلا جاوبوني الVLDL منه راح يخلص أكثر الترايجليسريت ولا الكولسترول منه أسرع راح ينفذ تمام راح ينفذ منه الترايجليسريت أو الدهون الثلاثية لأن هي أسهل امتصاصا فأغنب الخلايا راح يتكسل أنه تاخذ كولسترول كمصدر طاقة منه أسهل إلها أنه تعتبره كمصدر طاقة الدهون الثلاثية تمام الدهون الثلاثية فاللي راح يصير بالمستقبل أو بعدها راح يصير هذا الشي أنه هذا الVLDL راح يفقد تبهوا راح يفقد أغلب الترايجليسريت راح يفقد أغلب الترايجليسريت راح يتحول لمركب مليء أغلب 90% من عنده فقط كولسترول وصغير جدا هذا شنو اسم المركب اللي ينتج بالنهاية اسمه LDL اللي هو اختصار للو دينسيتي لايبو بروتين اختصار للو دينسيتي لايبو بروتين هذا هو السك أو يا ما مش السكر نتكلم عن هذا هو الدهن السي اللي يكون مشبع بالكوليسترول اللي تعرفوه اللي يسبب لك أمراض مثل الأثروسيكريروسيز وتصلب الشرايين وغيرها هذا هو الدهن المشبع ليش مشبع لأنه ما بي تقريبا شبه معدوم لترايغليسترول أو كمية قليلة ظلت والباقي هو عبارة عن كوليسترول هذا راح يروح تمام راح يروح إلى رسبترات في الكبد راح يرجع إلى الكبد ورما ينفذ يعني يمشي بالدم راح يرجع إلى الكبد ويدخل مرة ثانية بالكبد ويفرغ الكوليسترول داخل الكبد والكبد راح ياخذ هذا الكوليسترول مرة ثانية ويرجع يعيد طرحة بهذا الشكل فراح يرجع الكوليسترول وتمشي دورة الكوليسترول تمام طيب هسا هذا كل اللي تكلمته على هذا الموضوع هو بات الفيسيولوجي انتبهوا علي الLDL هو هذا اللي يتجمع داخل الشرايين ويسوي لك تصلب الشرايين أثرو سيك ديروسيز فإحنا كأمور علاجية حتى نعالج المريض أي مريض يصير عنده زيادة بالترايجليسيريت زيادة بالكوليسترول نسميه عنده زيادة بالليبد بروفايل زيادة بكمية الدهون بالدم فهذا الشيء ليس جيد لازم نقلل فعدنا أدوية كثيرة تشتغل قسم منعدها على الترايجليسيريت قسم على الكوليسترول قسم بشكل عام على الثنيين مع بعض فهذه حتى نفهم الفكرة بقى أكو معلومة بسيطة أيضا لازم تعرفوها شوي بس راح أحاول أمسح حتى أقدر أشرح أنت بالجسم عندك جهاز حماية شنو هذا جهاز الحماية لما يزداد هذا الدهن السيء الLDL هذا الدهن السيء الLDL ويأدي لك إلى تراكم الدهون في مكان معين الكوليسترول يبدأ يتراكم في مكان معين عندك جهاز حماية بالجسم الكبد راح يطلق لايبو بروتين ثاني هذا اللايبو بروتين اسمه HDL اللي هو يسمى بـ HIGH خلي نكتب H HDL الHIGH Density لايبو بروتين هذا الHDL هو الجيد تمام هو الجيد نقول الدهون الجيدة أو السمي جيدة هو مو دهونه عبارة عن لايبو بروتين غلاف بروتيني فار راح يروح إلى مناطق تجمع الدهون وشي يسوي هذا اللايبو بروتين راح يجي ياخذ هذا الكوليسترول المتجمع من المنطقة اللي تجمع بيها اللي الLDL تراكم بيها وكون لك هذه القطعة أو الكتلة من الدهون راح ياخذ الكوليسترول ويملي نفسه بهذا الكوليسترول وبالتالي يخلصك من هذا الكوليسترول اللي تكون بالتدريج وياخذ هذا الكوليسترول يرجع إلى الكبد ويطرح مع البايل واضح يطرح مع البايل وبذلك يخلصك من كمية الدهون المتراكمة فهذه لازم نعرفها فالـ الـ هو الجيد الـ هو أسوأهم المليء بالكوليسترول فأنا لما أقول لك الـ LDL عالي مباشرة دون ما تسمع الباقي راح تقولي الكوليسترول معناته عالي الـ VLDL يكون أغلب بي أو كمية أكبر من الترايجليسترول والترايجليسترول لو كانت مرتفعة بالدم أيضا تعتبر سيئة ما تعتبر جيدة جدا لكن أقل خطورة من الكوليسترول لكن بالنهاية إحنا مرد لا الترايجليسترول عالي بالجسم ولا الكوليسترول فلذلك عندنا مجاميع أدوية تشتغل على هذه المجموعة طيب خلس ألكم كم سؤال قبل ما أبدأ بشرح مجاميع الأدوية لأنني أصلا معينها على المخطط لكن بس أسألكم كم سؤال حتى تأكد أنتوا فهمتوا هذه الأفكار يلا راح أسألكم سؤال وانتوا جاوبوني منو ينقل الدهون من الأمعاء إلى الكبد يلا جاوبوني بالتعليقات مو لا تكتبها كاملة فقط تكتب أول أحرف تمام ها منو ينقل كولي مايكرون عفيا عليكم كولي مايكرون طيب منو يلا صح مية بالمية منو الآن ينقل الدهون التريغليسريت والكوليسترول من الكبد إلى الأعضاء المختلفة في جسمك يلا عفيا مية بالمية طيب منو من مجموعة اللايبو بروتين يكون مليء بالكوليسترول أو هو أسوأ واحد يكون عبارة عن كوليسترول دا يمشي بالدم اللي قلنا سيئة عفيا مية بالمية الـ LDL طيب منو الجيد اللي ياخذ الكوليسترول ويرجع للكبد ويطرح ويخلص جسمك من هذا الكوليسترول اللي متراكم الـ HDL خلص أنتو فهمتوا الفكرة وانتهت المسألة هي هل قد طيب شسم الأنزيم اللي يحول لك الـ LDL إلى كوليسترول في الكبد عفيا الـ HMG الـ HMG عفيا عليكم خلص أنتو فهمتوا هذه الأفكار الباقي بس ترى عبارة عن أسماء أدوية لا تخاف ونخلص نحن الجانب الصعب من المسألة الباقي فقط أسماء أدوية خلي بس أمسح خلي نجي على أول مجموعة مشهورة من الأدوية مجموعة المسؤولة عن تقليل الكوليسترول بالدم مجموعة أسمها الستاتين مجموعة الستاتين طبعا تجي بأسماء تجارية كثيرة لكن كلها تنتي بستاتين مجموعة الستاتين هذه توقف لك أنزيم الـ HMG كوريدكتيز فإحنا لما نوقف الـ HMG كوريدكتيز تمام شو راح يصير راح يقل لك نسبة الكوليسترول بالدم فإذا قل لك انطيني مجموعة قوية تقلل لك الكوليسترول بالدم فهي مجموعة الـ HMG كوريدكتيز طبعا هاي المجموعة أيضا أو كل مجاميع هذه الأذكرها اللي تقلل لك الكوليسترول أو تقلل لتريغليس ريد ممكن نسبيا ترفع لك نسبة الـ HDL لأنو انت لما تقلل هذه الدهون السيئة عمليا الـ HDL يبدأ يزيد لأنو ما راح يلقى شيء سيئ شيء تمام مثل ما انت إذا ما في ناس تركب تكاسي التكاسي ظل تفتر في الشارع أكثر لأنو تحاول تلقى لها أي زبون حتى تشوف فهنا انت مبقيت لها أي زبون كل الدهون السيئ طلعت فهي نسبيا كل هذه المجامع تزيد لك الـ HDL لكن مو هذا المهم السؤال اللي راح يجيك على الستاتين يقول لك مجموعة قوية تقلل الكوليسترول بشكل مباشر في الكبد أو الكوليسترول اللي يجيك من الاسيتاري الكو أي فطبعا يزداد لأنه أنت ما راح تحول إلى كوليسترول هذا راح يبدأ يتراكم بالليفر وهذه كارثة راح يسوي لك فاتي ليفر راح يسوي لك التدمر الدهني للكبد وهذا راح نجي نشوف خطير للستاتين أنه يأثر على الكبد على المدى الطويل ولذلك أي مريض ياخذ استاتين راح يقل عنده الكوليسترول بس مشكلة راح تصير عنده بالكبد فلازم دائما نحاول نشوف وظائف الكبد إضافة إلى ذلك راح يأثر على المصل ليش لأنه نفس العملية تصير في المصل مرات المصل تستخدم لإنتاج الدهون وبالتالي العضلات راح تتأثر في هذه الحالة أيضا مستمر عندك تدمر في العضلات تسمى رابدوم مايالسيس تدمر عضلات أيضا فهذه فكرة مهمة نعرف هوية الاستاتين فهذه أول مجموعة راح نتكلم عليها الاستاتين نتوقف لك الـ وهذا جايكم الميكانزم لها جايكم 100% كسؤال تمام طيب فهذه واضحة بالنسبة للكبد نجي للأمعاء نجي للأمعاء نتكلم على مجموعة اسمها إزيتوميب تبه على الإزوتوميب تكون الكوليسترول بالكبد مو الكوليسترول الانت تاكل لا الكوليسترول اللي جايك من الأستايل كو اي تمنع تكون وبالتالي النسبية نتقلل الكوليسترول بالدم وهي يعني جميلة في مسأة تغليل الكوليسترول طيب ليش إحنا ما نقلل أصلا الكوليسترول الممتص من أساسه فعدنا هنا ندوها اسمه إزيتا أو هذا هذا يعمل على تقليل الابزوربشن الابزوربشن يعني تقليل الامتصاص للكوليسترول فيوقف امتصاصه من الأساس تمام فيوقف امتصاصه من الأساس وبالتالي أصلا ما راح يدخل إلى الخلايا لمعاء وما راح يروح إلى الكوليما يكرون وما راح يروح للكبد فبالتالي النسبيا ايش راح يصير راح يقل هذا المسألة طبعا هذا جايكم بالكروك ما نذكر ايفين وثمنتعش دور اول او دور ثاني كان جاهم دواء يقلل الانتستر الابزوربشن للكوليسترول فكان جواب شنو إزيتاميب أو من الامتصاص تماما عدنا ادوية ثانية تشتغل بالامعاء من خلال انه توقف لك البيل اسد وتسمح لك البيل اسد يشتغل بشكل جيد على الدهون وبالتالي اذا البيل اسد مشتغل بشكل جيد على الدهون كيف راح تقدر تمتصها فامتصاص الدهون راح يقل هذه سهلة اسمها بايل اسد رزينز رزينز تمام اسمها بايل اسد رزينز وهس راح نجي نشوف اسماء هذه الادوية فهذه فقط يقول لك تأثر على البيل اسد وبالتالي اذا ما في بايل اسد ما في امتصاص للدهون لان هي اصلا مرتبطة بالبنكرياس والبيل حتى تقدر تمتصها لان هو اللي يحط ملك الدهون فتت حتى نجي الان شوية نتكلم على مجموعة ثانية اسمها فيبريت الفيبريت هذي هذي الفيبريت شون تعمل هذي الفيبريت هذي الفيبريت هذي الفيبريت الذكر ومسؤول عن تقليل احكتب معلومهما الفيبريت مسؤولة بشكل عام عن تقليل التراي غليس ريت فإذا الآن طبعا نحن الكوليسترول تكلمنا على مجموعة تين تتقلل الآن دخلنا على التراي غليس ريت إذا قل لك أفضل مجموعة تقلل التراي غليس ريت بالدم يعني شخص عند زيادة فقط بالتراي غليس ريت لا عنده مشكلة بالكوليسترول ولا عنده زيادة بالكوليسترول فمو تروح تنطيل استاتين أو تنطيل المجموعة الثانية لا تطيل فبريت هاي أفضل مجموعة تقلل التراي غليس ريت بالدم طب ليش يا دكتور تقلل التراي غليس ريت لأن تزيد لك ال LPL إيش يا دكتور النوبة هذا طلع عندنا ال LPL أنت تجيب لي مصطلحات وراح أزعل هذا لايبو ويمكن خلي شوي خلي اللون يكون خفحة هيا نكتب أوضح هذا ال LPL اسمه لايبو بروتين لاي بايز الأنزيم لاي بايز يعني هذا من الدهون تزيد لك عمل هذا الأنزيم مجموعة الفبريت هذه تزيد لك عمله فلما أنت تزيد عمله تزيد هذوم الترايجليسريت وتحولها إلى فريفاتي أسد فراح تجي تحول مرة ثانية الترايجليسريت إلى فريفاتي أسد وراح تزيد تخزينها بالخلايا الدهنية سواحد راح يقول لي يا دكتور ما احنا راح نزيد الدهون في الجسم آه راح نزيد الدهون في الجسم بس نقللها بالدم واحنا هدفنا تقليلها بالدم حتى تمنع مراض التصلب الشراين وغيرها أما راح تزيد بالجسم طبعا هذا الشي ما من نص راح يصير في الفريفاتي أسد أو راح ناخذ من الدم ونحاول ندفع في مناطق ثانية حتى نخلص من عنده هاي الفكرة بالموضوع هذا كيف تجيك بالأسئلة يقول لك أفضل مجموعة مسؤولة عن تقليل مباشرة تختار الفبريت فهذا بالنسبة للفبريت تمام طيب مجموعة ثانية أيضا لها تأثير بالنسبة لتقليل التراي غليس ريت في الدم عندنا الفيتامين بي 3 لتشوفون الناياسين فيتامين بي 3 الفيتامين بي 3 أيضا فيتامين مهم جدا هذا الفيتامين بي 3 أهم ميزة إلى أنه يزيد بشكل عالي الـ HDL طبام الناياسين فيتامين بي 3 يزيد لك الـ HDL بكمية هائلة فإذا قل لك أنطيني مجموعة من مجموعة من الأدوية المقللة للدهون تزيد لك الـ HDL وهذا جاي أيضا كسؤال بالكروك وحخلي عنده نجمات فأنت مباشرة تختار شنو تختار الـ HDL تختار الـ HDL آسف تختار الناياسين أي HDL تختار النايا سين فهذا يجيك هذا دواء إضافة إلى أن الناياسين عنده طريقة ثانية في العمل أنه يقلل تكون التراي غليسريت يمنع أنه هذه الفري فاتي أسد ترجع مرة ثانية تدخل بالدم حتى تتحول إلى تراي غليسريت بالكبد فيمنع تكوين التراي غليسريت بس تأثير أقل بالنسبة للتراي غليسريت من البقية تمام فهذا أيضا نتذكرها فهذا بالنسبة للناياسين طيب وبقعدنا هنا الريجوليترز الريجوليترز شنو هذي الريجوليترز تمام بقعدنا الريجوليترز اللي هي المنظمات هذه تقلل لك بشكل مباشر تأثر لك تسوي لك للمستقبلات تقلل لك مستقبلات الLDL وبالتالي تقلل حساسية الكبد للLDL فيعتبر إنه ما في حاجة إنه يفرز LDL فتقلل لك بشكل عام الLDL فهذي مجاميع الأدوية للدهون نجي ونشوف ها بشكل سريع طبعا أنا ما رح أمر عليها أنتو تقدرون تقروها فهذا كل اللي تكلمنا عن الموضوع بشكل عام تمام فهذا اللي تكلمنا علي بشكل عام طيب فيعني هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم إن شاء الله نكمل في محاضرات ثانية بعدين لما تصير دورات ثانية فهذا 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 تكلمنا